دعوات متكررة لحل ميليشيات الحجد تخرج بين الفينة والأخرى من قوى وشخصيات سياسية متعددة المشارب والتوجهات آخرها ما جاء على لسان زعيم اتلاف الوطنية إياد علاوي الذي أكد أن حل الميليشيات يعد خطوة أولى في تأسيس الدولة المدنية يتي هذا رغم أن مجلس النواب سوت في تشرين الثاني عام 2016 على تقنين عمل تلك الميليشيات عبر قانون هيئة الحجد الشعبي باعتبارها مؤسسة رسمية ضمن المنظومة العسكرية وتتبع مكتب القائد العام للقوات المسلحة في سابقة خطيرة استغلت الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد عضو التحالف المدني الديمقراطي حامد وليد أكد أن أي مراقب للواقع يرى كم تسببت ميليشيات الحجد بمشكلات سيطالب بحلها وأن أي مواطن عراقي لو سألته في الشارع عن رأيه بالحجد سيرى أن من الصواب حله لمنع المزيد من الممارسات التي باتت مفضوحة من فرض الإتاوات والمساعدة في تهريب البضائع من الحدود إلى مناطق أخرى فضلا عن استغلالهم سياسيا وانتخابيا وليد أكد أن ما حصل خلال الانتخابات البرلمانية الماضية من مهزلة بحق القوائم المدنية وكيف تدمرت نتائجها بسبب السيطرة الحجدوية على مراكز الاقتراع وإجبار كثير من الناخبين في مناطق متعددة من البلاد على انتخاب قوائم على حساب قوائم أخرى كل ذلك وغيره يستوجب المطالبة بحل الحجد والخلاص من تجربة هذه الفتنة في المقابل يبدو تحالف الفتح الذي يضم قوائم ميليشيات الحجد رافضا لفكرة حله جملة وتفصيلا ويصنف دعوات الحل على أنها أجندة خارجية وفقا لما ذكره النائب عن الفتح عبد العظيم الدراجي رغم أن حجم الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها عناصر الحجد لم تعد قابلة للإنكار أو التبرير ابتداء من عمليات القتل والخطف والترويع مرورا بالاجتباكات التي تحدث بين مدة وأخرى مع قوات الجيش والشرطة وليس انتهاء بالمكاتب الاقتصادية وعمليات الابتزاز والسرقة التي تقوم بها فصائد الحجد في أكثر من بقعة من أرض العراق اشتركوا في القناة